السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام أنتم بخير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد العشر تطلق على التسع ويوم العيد لا يحسب منها عشر ذي الحجة يقال عشر ذي الحجة والمراد التسع التي تتعلق بالصيام ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين وبإجماع أهل العلم فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع يأتي آخرها يوم عرفة وصيامها مستحبة وقربة إلى الله عز وجل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام فإنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فهذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات منها العاشر العاشر في الدعاء والتهليل والتكبير أما الصوم فليس العاشر داخل فيها إنما الصوم يختص بيوم عرفة وما قبلها من الأيام العشر أو التسع فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فهو داخل في العشر أي يوم العيد وكذلك أيام التشريق فيها الأعمال الصالحات وسوف نتكلم عنها لاحقا والملحوظ أن الناس في هذا الزمن يتكاسلون عن التكبير أو لا يبالون بالتكبير والتهليل والحمد في الشوارع والطرقات والأسواق والمساجد إلا القليل ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك نعيد ونذكر بهذه الشعيرة العظيمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد